الزملاء هناك في مباني الإدارة العامة للصحة العمومية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين أجرات المصالح الصحية في وزارة الصحة لهذا اليوم 64 فحص تم إجراءها هذا اليوم ومن بين هذه 64 فحص كانت 32 نتيجة إيجابية يعني معناها لدينا 32 حالة جديدة اليوم هذه 32 حالة فيها 26 حالة نعتبرها حالة مرتبطة بمخالطين وفيها 6 حالات نزلنا إلى راك نعتبرهم حالات مجتمعية لأنه ما فات تحدد طرق إصابتهم بالضبط أو رقباطهم بالمخالطين لم يتحدد بعد وهذا يعني أن عدد الحالات وصل بهذه 32 من اليوم وصل عدد الحالات إلى 179 إجمالا منذ بداية الأزمة وهذه الحالات كلها تشمل 144 حالة مرتبطة بمخالطين حالة مخالطة يعني الحالات المرضية معينة لا زالت حتى اليوم تعتبر حالات مجتمعية لأن لم يحدد ارتباطها بالحالات المعينة أما بالنسبة للعلاج فعدد المرضى اليوم أو المصابين اليوم تحت المتابعة هو 163 وإلا الحمد كل هذه 163 اليوم ما في أحد يحتاج العلاجات معينة كلهم ما فيهم حد عنده أعراض معينة تحتاج العلاجات يعني الحجر يتم عليهم لغاية وقائية معناها ما ظن علاجات تتطلب الحجر عليهم وإنما الوقاية هي التي تتطلب ذلك الحالات الجديدة اللي هي الاثنين واثنين حالة الجديدة تتوزع كما يلي فيها ربعة في الكسر وذنتين في دار النعيم وذنتين في تفرق زينة توجونين فيها سبع حالات وتيارت فيها حالتين عرفات فيها ذلت حالات وأعشر حالات ثمن حالات في الترارزة يعني ربعة في بوتيليميت وربعة في الركيز حالات جديدة اللي هي الاثنين حالتين في نواذيب حالات جديدة اللي هي الاثنين حالتين في نواذيب . . . . . . كل شخص حول يوم، ويومون، 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 ويومون باستثناء ليس بلين أجزاء مع المدرسات في المدرسات من أفضل المدرسة. هذا المعيد هو المعيد من المعارفة علينا نهاية نهاية جديدة من المعارفة بشكل اشبرتنام الى سنة من السنة 113 سنة 144 ظهر گفت بشكل أشعر وان ratخفلات معارفة بشكل أشعر وكما أن نمعه في شكل اشعر المترجم للقناة 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 وهذا ما نرى上 في اليوم هو لأن الناس كما يتأخذ عليهم سيجعلهم على العمل حقوق لأن هذه المهتمة لكي نظام البياني عندما يذهبون على الكثير من الولايات والسيطرة في الحفظ في المنزل هذه المواطنة التي تتقوى على المخبارات على استطاع المستقبل شكرا للمشاهدة هل هناك أسأل 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 إذن مشاهدين أكرام للتذكير ربما لمن فاتت وقايع هذا المؤتمر الصحف مشاهدين أكرام المدير العام للصحة العمومية يعلن عن تسجيل 32 إصابة جديدة اليوم بعد طبعا إشراء 64 فحص هذه الحالات يصل بها العدد الإجمالي للمصابين في بلادنا إلى 173 توزيع الحالات اليوم هي تحدث عن 6 حالات مجتمعية وتحدث عن أن البقية هي لمخالطين الحالات تتوزع بين لكسر أربع حالات دار نعيم حالتين وتفرق زين حالتين وسبح حالتين في مقاطعة تجنين تحدث أيضا عن حالتين في مقاطعة تيرت إضافة إلى ثلاث حالات في مقاطعة عرفات وولاية الترارزة ثمان حالات موزعة ما بين مقاطعة بوتينميت أربع حالات وأركيز أربع حالات إضافة إلى حالتين في أنواليبو نتمنى دائما لكم مشاهدين أكرام السلامة وتلتزم بالتعليمات الصحية والإرشادات تجنبا لتزايد هذا الوباء في بلادنا